من يختتم الرد ضد الآخر؟ ومن له الكلمة الفصلة؟ تلك ما تحولت إليه دوامة الردود بين إسرائيل وإيران والتي بدأت بين إسرائيل وأذرعها ثم إلى مواجهة مباشرة مع طهران تلك التساؤلات تجيب عليها معايير التحذير من خطر وشيك في حال نفذت إيران وعدها الأخير بشن عشرات العمليات على إسرائيل ضمن ما وصفه قادتها بالهجوم الحاسم والمؤلم والقريب جدا أما عن الموعد وذلك الأخطر في جديد الصراع بحسب ما كشفته مصادر لسيئن أن حول استعداد إيراني لتوجيه ضربة على إسرائيل قبل يوم الخامس من نوفمبر والذي يصادف موعد الانتخابات الأمريكية الترقب الدولي الذي تحول إلى لغة تحذير بدأت بها واشنطن في السياق النصح للسلطات الإيرانية بعدم شن ضربة الرد على إسرائيل لكنه تحذير من عيار ثقيل يأتي في سياق موجة تساؤلات حول تغيير طهران لوعودها التي أكدت أنها لن ترد إذا لم يشمل الهجوم الإسرائيلي منشآت طاقة نووية لكن ذلك الرد وإن لم يحدث بعد يوصف بحسب خبراء على أنه تحول في المواجهة لتخوض إيران معركة الضغط على إدارة بايدن أو إدارة هاريس في حال فوزها كونانا الديمقراطيين هم من يخوضون مبارزة تمديد الإقامة في البيت الأبيض ورقة أخرى ترجح أن طهران وإن شنت ضربتها فستكون في السياق غارة دقيقة سعيا منها لوقف الحرب على ذراعها الاستراتيجي حزب الله لكن ومع تلك تسريبات التي تطفح على شاشة الترقب العالمي فإن الطرف الآخر المتمثل بحكومة تل أبيب يواجهه الآخر انتقادات واسعة لاستمراره في القتال في غزة وجنوب لبنان سيموانا واشنطن تسارع الزمن لوقف تلك المعارك قبل الانتخابات الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر